معانا اول اتصال الحج احمد من القاهرة يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك دكتور نعمة وفضل الحمد لله بقولش حتى كان ليه قطط ارض في البلد طي وليه عمي هناك فوكلت ليه ان هو يبعهالي طي فبعهالي حددت له السعر ولا حاجة لا ما حددت لهش السعر هو بعهالي واداني فلوسها وبعد كده اكتشفت بعد كده ان هو باعها بسعر اعلى بالرغم من ان انا ديته فلوس سمسارة ازي سمسارة او كده وخد من الرجل اللي هو باع له خد منه سمسارة واكتشفت بعد كده ان هو اكتشفت منين يا حاجة اكتشفت منين يا حاجة من الرجل اللي هو بعهالي ما جايز الرجل ما مش صادق يعني لا لا هو صادق طب في عقود في عقود اه مش انت وقعت استنى بس العادة مكتوبة اقل من السعر عشان اه بتحشب عليها ضرائب وكده طيب يعني يا معلش طب وليه عرفت من الرجل اللي هو بقى اللي هو اشترع القطع في الارض ان هو بعهاله بسعر بسعر اعلم اللي هو حسيبني عليه طب هو سؤالي رجل كذب على الحكومة هتصدقوا انت ان هو هتصدقوا في انك انت تطعن في عمك يعني واحد كذب زور انا ياسف يعني الكلام اللي انت بتقوله ده واحد زور على الحكومة فانت مصدقوا ان هو عمل كده مع عمك فعمك خانك انا لسه مكلمتش عمي انا لسه مكلمتش عمي استغفو الله العظيم يبقى الكلام دوت ده سوق ظن ده اسمه ايه سوق ظن واللي قال كده ده شخص خبيس بيوقع ما بين الناس الراجل ده اللي قال لك انا بعتب اكتر من كده الراجل دوت احتمال الكذب فيه اكثر من احتمال الصدق ليه؟ لانه قريدي هو عامل كذب هو كذب هو بيقولك انا كداب كتبت العقد برقم وانا ديت لعمك رقم طب هو جاي يقولك كده ليه؟ لمسألتش نفسك هو جاي يقولك كده ليه؟ عشان يوقع بينك وبين عمك انت بقى بتسألني ايه حكم عمي؟ انا مقدرش اقولك حكم عمي انا استطيع ان انا اقولك دلوقتي ان انت تجتنب كثيرا من الظن وان ظنك السوق ده في عمك حرام لان انت دلوقتي عندك واحد الخبر والراجل ده متهم لان هو اصلا كذب في هذا العقد هو بيقولك انا كداب فازاي هتصدقه فانت تروح عايز تتبين خلاص ده هذا شخص جاءك بايه؟ بخبر فتبينوا ان تصيبوا قوما بايه؟ بجهالة فتروح حضرتك اه طبعا طبعا ولا تبقي للان نفس الامارة بالسوء مدخلا في قلبك ولا تحكم على عمك بانه خانك من الان واستغفر الله ان جار ذلك على قلبك خلاص؟ اي شيء اي شيء اي شيء انا بنفتح حاليك حاجه موسيقى